ننتقل الآن بالرادار إلى الأردن حيث شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في عمان شدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس به مؤكدا ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفقا سياسي لعمالية السلام وقال العاهل الأردني أنهم من الضروري وقفوا أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت بحل الدولتين معنا من عمال مراسلنا نايف مشاقبة نايف إذن زيارة مفاجئة لم تكن معلنة وتأتي في ظل تصاعد التوتر مع صعود حكومة نتنياهو لتوصف بأنها أقصى اليمين ما الذي تعني هذه الزيارة وأبرز ما جاء فيها بالفعل إيمان ربما تكون هذه الزيارة أيضا لتخيف حدة التوتر بين عمان وتل أبيب نحن نعلم أنه في هذا الشهر تماما تم دعوة السفيرة الإسرائيلي أو استدعاءه إلى الخارجية الأردنية مرتين بسبب أحداث تتعلق في الأقصى والمسجد الأقصى بالتالي هذه الزيارة وفقا للمراقبين هي تأتي ربما من الجانب الإسرائيلي أكثر منها من الجانب الأردني وفقا لمصادرنا التي كانت مطلعة على هذه الزيارة تقول أن نتنياهو قام بالتعهد للملك عبد الله الثاني بعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني في القدس وهذه واحدة من التوابط الأردنية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية وهي التي ربما تكون رفعت مستوى التوتر بين عمان وتل أبيب من جهة في هذه اللقاء وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها كان هناك التوابط الأردنية واضحة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس حل الدولتين التعاون الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية والأهم أن هذه الزيارة تؤسس إيمان لاشتباك سياسي مباشر بين عمان وتل أبيب إن لم يكن من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فعلى الأقل من أجل إدارة هذا الصراع وأيضا في البحث عن المصالح بين الطرفين ربما تؤسس هذه الزيارة وما حمل بها نتنياهو إلى عمان من تطمينات أو على الأقل تعهد بعدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي في القدس ربما تفتح المجال إلى تعاون اقتصادي أو تعاون من نوع معين بين الأردن وتل أبيب هذه الزيارة تأتي لترطيب الأجواء خاصة مع ارتفاع حدة التوتر في الأسبوع الماضية بين الجانبين مع صعود حكومة نتنياهو إلى الحكوم خاصة أن مراحل حكومة نتنياهو إيمان السابقة كانت لا تبشر بالكثير من التعاون بين عمان وتل أبيب وكان الملك عبدالله الثاني كان قد وصف العلاقة مع اسرائيل في آخر حكومات نتنياهو بأنها في أدنى مستبوياتها نعم ذالنا في مشاقب مرسلنا من عمان شكرا لك